نقاط المهمة والجوهرية لخوف أي تفاوض لحزب يعتبر نفسه وشركائه أيضا حاميين لهذا الكيان الدستوري المتمثلة بإقليم كردستان تكون بالدرجة الأولى هي حماية إقليم كردستان وحماية موقعه القانوني والدستوري وتنفيذ المواد الدستورية الخاصة بهذا الإقليم الذي يعتبر عالقا منذ 2005 واشتراكنا في العملية السياسية في بغداد ثانيا الشرط الجوهري هي يجب أن نكون أمام حكومة واحدة وجيش بيش مرق واحد وأيضا المصالح العليا لإقليم كردستان أو الحكومة الجديدة المتمثلة بالكابنة الرقم 10 تكون مراعيا وأيضا نكتب دستورا الدستور الذي وجيز لأقاليم بأن يقوم بكتابتها بموجب المادة 112 من الدستور الفيدرالي العراقي لسنة 2005 فهذه المطالب العامة لشعب كردستان لأنه حزب حاصل على نصف إرادة الناخبين في دورات الانتخابية السابقة والآن يعتبر مطالبه مطالبا عاما شموليا لذلك عندما تكون الحزب الرابح يعني بهذا القدر من إرادة الناخبين سوف نكون أمام مسألتين يعني أنها يفسر كحالة ازدواجية إيجابية وسلبية إيجابية لأنه سوف يكون الإرادة العامة لهذا المجتمع السياسي الذي حصل فيها حزب على فوز ساحق تكون البوصلة واضحة يعني المصلحة العامة تكون واضحة يعني عند من أو عند أي جهة سياسية ولكن السلبية فيها أي تنازع سياسي لهذا الحزب الرابح الكبير في أي مجتمع سياسي في العالم في الماضي والحاضر سوف تكون محاربة للمصالح العامة لهذا الشعب